اتفاقية الربط السكاكي بين العراق وإيران تصدرت المشهد اليوم وأثارت جدلاً واسعاً ولسيما بعد أعلان طهران موافقة الحكومة الإيرانية على بدء ربط السكاك الحديدية مع العراق بعد عشرين عاماً ظلت خلالها القضية معلقة بين البلدين ليعلن وزير الطرق الإيراني رسوم قاسمي عن التوقيع مع الجانب العراقي اتفاقية الربط السكاكي عبر منطقة الشلامش الحدودية في البصرة وأضاف أن الاتفاقية التي تم إبرامها حددت شهراً واحداً لبدء العمليات الانشائية تحت إشراف شركة السكاك الحديد الإيرانية ونظيرتها في العراق ليس هذا فحسب بل أكد طهران أن وزير الطرق الإيراني ناقش في اجتماع مع رئيس الوزراء الحالي مصف الكاظمي قبل فترة مذكرة تفاهم خط سكاك الحديد بين العراق وإيران وقدم تقارير بهذا الخصوص وأن إيران طالبت في الاجتماع سلام أراضٍ لمد سكاك الحديد وأن الكاظمي أكد أن الموضوع يتطلب موافقة مجلس الوزراء وتعهد بتسريع وتيرة إقراره وإبلاغ طهران وزير النقل الحالي في العراق ناصر الشبلي تجاهل توقيع الاتفاقية مدعياً أنه تم توقيع محضر اجتماعاً مع الجانب الإيراني بشأن الربط السكاكي وهو ليس اتفاقية إلا أن الشركة العامة للسكاك الحديد في العراق أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشة ما ورد بتوقيع مذكرة التفاهم للشروع بتنفيذ العمل بالربط السكاكي بين البلدين وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي أن المفاوضات مع إيران لبناء خط سكة حديدية وصلت مراحلها النهائية أما المراقبون فقالوا أن اتفاقية الربط السكاكي بين العراق وإيران كانت بعيدة عن الإعلام الرسمي في العراق وبأن أغلب ما سرب بهذا الخصوص كان من جانب إيران محذرين من أن الربط السكاكي بين العراق وإيران يهدف لوصول البضاع الإيرانية من ضمنها الممنوعات إلى العراق وقال أسيما أن التعرفة الجمرجية بين البلدين بيد إيران ليمثل الربط السكاكي بين البلدين بحسب المختصين بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على ميناء الفاو الكبير الذي كان من المحتمل أن يمثل مصدر دخل مهم لاقتصاد العراق مؤكدين أن هدف إيران الرئيس من هذا العقد هو تفعيل وتشغيل ميناء جاسك الإيراني بشبكة الربط السكاكي مع العراق لتتحول جميع الموانئ العراقية إلى موانئ محلية بعيدة عن التجارة الدولية بينما سيكون ميناء جاسك الإيراني أهم محطة لنقل البضائع والنفط في المنطقة